اليوم نعيش أزمة دولية حقيقة في قضية أوكرانيا والاجتياح الروسي لأوكرانيا هذه أزمة حقيقة ممكن يجب على العراق أن ينتبه لحجم المخاطر أما أنها ستتحول إلى أزمة أكبر ممكن أو أنها ممكن أن تنتقل إلى حرب باردة ممكن هذه الحرب الباردة تؤثر على الاقتصاديات بصورة عامة هذه الثانية أو أنها تنتهي برسم عالم سياسي جديد أو اتفاقيات جديدة ممكن يكون تغير على الأقل من وجهة العالم أو على الأقل من المسار السياسي والجوء السياسي للعالم فنعتقد أنه على المسؤولين في العراق يعني ما أعرف من الجهة من المفترض يعني هل هي على مستوى الحكومة أو على مستوى القوى السياسية المحلية أن تحاول رسم ستراتيجيات واضحة تجاه على الأقل الأزمة العالمية الحالية يعني سياسات خاصة بالاقتصاد سياسات خاصة بطبيعة التعامل الدبلوماسي والسياسي مع الأزمة ويمكن يكون سياسات أخرى متعلقة بالأمن اللي لا سامح الله ممكن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى صراعات في عدة مناطق حول العالم ويمكن يكون العراق واحدة من المناطق الهشة التي تشهد بها صراعات سيد نبيل نجدد ترحبك معنا ثانية تداعيات اقتصادية كبيرة حصلت نتيجة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منها ارتفاع سعر النفط ارتفاع سعر الذهب خفض قيمة الروبل الروسي انخفاض أيضا البورصات وخاصة بورصة روسيا التي فقدت 30% يعني عكاسات كل ذلك على المواد الغذائية خاصة القمح الروسي والأوكرانيا الذي تعتمد عليه منطقة الشرق الأوسط بكل تأكيد الصراعات ستؤثر على الكثير من الانشطة وعلى رئيسة الانشطة الاقتصادية ممكن طبيعة الميزة المطلقة التي تمتلكها روسيا تمتلكها روسيا بامتلاكها قطاق انتاجية عالية من النفط والغاز وكذلك أوكرانيا التي تمتلك الحديد وتمتلك القمح ستتأثر على رأس السلع التي ستتأثر بالأزمة هذه الحالية وكذلك الحال ستتأثر بقية الاقتصاديات من الأسهم حول العالم ستكون السلع المختلفة والسلع المرتبطة بكملاذ آمن مثل الذهب والفضة كلها ستتأثر لكن مدى حجم استمرار هذا الموضوع يتعلق بطبيعة الأزمة وحالها نحن نعتقد على متابعتنا للأحداث اليومية أو أحداث اليوم العاجلة يعني أكو هناك نوع من أنواع الانفراجات يعني الرأي الروس يعني متعلق بالأمن الروسي ووضع قواعد جديدة أو الحد من توسع الناتو الناتو ممكن اليوم مع اجتماعاتها أو حتى مع الإدارة الأمريكية ممكن الساعات المخبلة رح نشهد نوع من أنواع رسائل التهديئة مثل ما شاهدنا في الساعات الأولى رسالة تهديئة من بايدين حول قضية طلبه للصلاة لحماية الأوكرانيين هذه كلها رسائل تهديئة ممكن تحلح للأزمة لكن في حال انتقال الأزمة إلى مرحلة الصراع في الحرب الباردة هذه ممكن تنتقل الأزمة إلى شكل آخر ممكن تكون نواجه تحديات أخرى وخصوصا على مستوى الاقتصاد مستوى الاقتصاد والملفات الاقتصادية رح تكون على رأس الأدوات الخاصة بالحرب الباردة المتوقعة يعني احنا عندنا الدولار ممكن يكون وهيمنته على العالم السلع الطاقة لنفط والغاز رح تكون لها دور حول العالم الزهب والفضة وذن الملاذي الآمن رح تكون على رأس المهام حتى قضية العملات المشفرة اللي بدأت تأخذ حيز اقتصادي يعني واسع ممكن تكون يعني تشكل نوع من أنواع الأزمة أو التهديد النقدي حول العالم اللي هنا يتمثل بعدود 2% من مجمع النقد أو أكثر من 2% فبالتالي إحنا رح نواجه نوع من أنواع التحديات إذا انتقلنا إلى سيناريو الحرب الباردة أما لا سامح الله وهو المستبعد انتقال إلى ممكن يكون حرب بالوكالات أو حرب أوسع لا هنا هنا ممكن رح نكون يعني العالم ممكن يتجه إلى الفوضى وممكن يتجه إلى تهديدات واسعة ومن على رأسها ممكن تكون تهديدات الأمن والتهديدات الأمن الغذائي ممكن يعني تحدث في أي مكان في العالم ويعتقد العراق يعني من الدول اللي غير متمكنة يعني ما ممكنة نفسها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير متمكنة من مواجهة مثل أي تحدي أو أصغر تحدي حول العالم اشتركوا في القناة